المقالة إحدى الستات أنه ميشيل ما كانت موجودة معهم لأنه من يعطي طلب مننا الحكيم ما تكون متواجدة مع العالم هالأمر جدا صحيح لأن من الأسبوع الماضي طلبنا ميشيل حجل تكون معنا مباشرة على الهواء على التازاريت لأنه عم تطلق العلاج بالمستشفى فإذن الأرقام اللي شفتوهن هني أرقام التبرع بالبنك وأيضا من خلال GoFundMe ميشيل حجل فيكن تفوتوا وتتبرعوا إلى ميشيل بالمبلغة اللي بتردوه من دولار لأد ما بتكون ونرجع منقول أنه ميشيل حجل هي عروس لسنة الجاي فإن شاء الله بتقوم بالسلامة ليكون عرصة من أحلى الأعراس أهلا وسهلا الدكتور كامال سليم خبير بالبيئة المائية يعني اللي بيسمع بيشوفي اللي بصير مع ميشيل ومع كتير من ميشيل صارت عندنا نسبة السرطان بالعالة وبيسمع قصة تلوث المياه يلي ضجت الدنيا من أسبوع براز بالمي وأعمل نعاني من تلوث أكثر الشيء نحن نحكي أحترش على الليطاني لأنه هونيك المأساة الكبيرة بس قبل ما نروح يا دكتور قبل ما نروح لليطاني في شيء اسمه سمعة لبنان في شيء اسمه مواطن لبناني مقيم برا هل فعلا صار في عنا براز بالمياه ببيروت وضواحية باحدة المناطق طبيعي أول شغلة نعرف أنه قداش المياه مهمة لحياتنا ولكل شيء ما نعمله من المعاملات في شغلة مهمة قصة نحن هلأ كيف عم تتلوث الماء وشو أسبابها أول شي في ندرة للمياه في ندرة يعني نحن هلأ ما في عنا كتير متساقطات شو عم بتأثر هذه القصة كلها أنه عندنا المياه الجوفية عم بتتنضب عم بتجف تقريبا شو عم بيصير من وراها أنه الناس بحاجة للمياه والسكان عم بتزيد طيب هلأ فيه أوقات بعد اللي صارت إعنا من شيء عشرة أيام هيدا المقساة اللي صارت بمنطقة ضاحية جنوبية فيه أحد الأشخاص عنده بير قديم وللأسف أوقات الصرف الصحي ما بكون عم بيرو على المجرور الرئيسي على الأجار رح صبوا وين بهالبير ساقة بيت طلعوا ماي على السطح ونفس الوقت على الخزان استعملوها يعني هيدا شغل لي أوقات بتصير بأكسيدون مثل ما بدي أقول الواحد هلأ بالدراسات ونحن أنا عم تابع كل مياه الجوفية بمناطق ساحل تقريبا الساحل اللبناني ما عنا هالأزمة البريا اللي صارت لأنه متمقلنا محدودي لصة هلأ في عنا قصة تانية يعني اتمقلت أنا بالفحوصات اللي صارت من بعدها بقى الأبار أكتريت اللي حول المحلي اللي صار طبيعية لصة هلأ بس وين عنا المشكلة عنا مشكلة نحن المياه هنا هلأ الحالية هي عنا تملح عنا كميات ملوحة مخيفة جدا لي من قلة الشتاء ولا من شو أول شيء قلة الشتاء استنزاف كترة الأبار اللي عملت استنزاف المياه نحن شو عم نعمل هلأ ما عد في عنا كتير شو عم بتصير فيه متمسموها إنترزيون مارين إنتروجين البحر عم بفوت على هالأبار كله بالساحل نحن هلأ مثلا في بعض الأبار في قلك إنه تلتين بايد بحر يعني مثلا إحنا خمسين ألف ميكرو سيمس هي بناخدها نحن كوندوكتيفتي طبع البحر عم تطلع عنا أربعين ألف شوفوا لوين ملا رقم هاي دي متم عم نقول هاد الأبار الطبيعي العادية اللي عم بتصير ومضرة جدا لا يمكننا استعمالها لأي شيء بس وين المشكلة الكبيرة إنه بالمياه اللي عم تعطينا إياها شركات شركة المياه يلي هي مصحة مياه بيروت جبل لبنان بمنطقة مثل ما قلت أنا بساحة المتن الجنوبي هون كيف عم تجي الماء إحنا بطريقة سهلة أي واحد بد يستعمل مياه الشركة الماء اللي بتعطينا إياها هي عينة دلبي مفروضة تكون بنطلع إنه ثلاثين مرة زيادة عن المعدل المفروض يعني عم تجينا خمسة عشر ستة عشر ألف ميكرو سيميس مفروض تكون خمسمية لأنه ما قادرين يقدروا يعطونا مياه ما في مصادر بقى انتهت المصادر الفعلية اللي هي من اليا نبيه فإذا هون برجع بفوط على شئ مهم إنه قصة ينابيعنا هلأ صارت عم تنضب عم بتخف عم بتجف تقريبا وعننا مصالح المياه هون بدأت تجيب ماي واضطرار صارت مياه جوفية المياه الجوفية متما قلت صارت مملحة صارت مالحة جدا يعني الحلول حلول هلأ بدون يعني هلأ عدنا المشاهدين أكتر لا لا هلأ مش هيك نحنا هيدا واقع ما هذا شغلة طبيعية صارت نحنا ما حق على أبدأقول أنا مثلا على المصالح المياه أو شي شو عنده إمكانيات هي إمكانيات نحنا مفروض هلأ نعمل نحنا نوع من تحليط جزء من هالمياه المالحة جدا في طريقة مثلا تستعمل بالعالم كله أسموز هيدي أينفيرس الأسموزيس بيقدر تخفف ملوحتها وطعمتها هيدا الاستعمال زي ما نقول المنزل هلأ العالم نعرف أنه نحنا بلبنان شو كل العالم شو بتشرب ما حدا بيشرب من حنفية كلنا عنا نشرب مياه معباية يعني مش إنه معدنية مياه صار حلش شرب من شركات المياه نحنا هيدا نحنا مشروب كل عالم هاك الحنفيات صارت صعبة يتكل أهد المياه لأنه فيها معالجة فإذن إحنا المفروض بدنا نعالجها كل معظم البنايات عم بتعالجها بيقولوا بتكلفة عالية تكلفة عالية هيدا بالأسموز هيدا بطريقة فلترات بدنا نجيب فلترات يعني أنا بتبعطي أرقام عشر تلاف خمس عشر ألف دولار وأكتر حسب الطوابق وحسب حشب البنايات وبدأ بعدين بدأ ديقول مينتونس بدأ حطول استمرارية واحد المتابعة ومكلفة لأنه بدأ كهرة ب 24 ساعة بدنا فلترات يعني عندي قصة قصة عن جد نحن هلأ أقعد نها أكتر لا لا بس هيدا الواقع هيدا الواقع هيدا الواقع هيدا الواقع هاي الواقع هيدا الليطاني وين سلم الليطاني نحن أنا متابعين صلي عشرين سنة بشكل كثير يعني بحسيا مع طلاب عندي عاملين دكتورة على النهر يولي هو النهر بتلا بنعرف نهر الليطاني إذا بدي أقول للواحد هو تقريب 20% ناخده من مساحة لبنان يعني من قديه مهم عنا 2100 كم مربع هو حوض الليطاني من عنا من بقاع لحد جنوب لبنان يعني 90% هو أو 80% هو بقاع هلأ حالياً لينا بي أكتريتها نشفت أكتريتها نشفت لأول مرة هالسنة هلأ نشوف بصلا هون نحن هيدا الليطاني كنهر والضغوطات يلي عليه ضغوطات يمكن بدأ وقت كتير حتى نشرحها بس أخد فكرة أنه لأول مرة في كتير مليان أبيعي اللي ما بعمرة نشفت هلأ ناشفي هلأ صارت مجرد شو هلأ النهر هالسيول يلي صارت بها الكاميون هيدا أوقات مدرة شوية بتغزي شوية لأنه فيها إذا بناخد نحن من الأطراف للنهر فيها ملوسات كتير هلأ بعد شوين أنا نشوف نحن هون بحارة الكارعون لأنه هيدا بتحكي أكتر شي عليها هلأ اللي بدأقول لنا أنه نهر الليطاني للأسف هلأ هو مياه شو هالصورة الحلوة ها هاي صورة هيدا هيدا الأرعون قبل هتشوف هلأ من بعدها شو بصير هيدا يجب أن تحطوهن حط بعض كنتم يعني هيدا هيدا هلأ الخضار هيدا 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 أحكي عنه أكتر شي هون خطورتها قبل أقول بس نحن أنه النهر هلأ حاليا ومجرد عن مياه صرف صحي مياه صرف صحي مياه في نقول صرف صناعي صحي وصناعي هلأ شو هالصورة اللي عم نشوفها هيدا نحن عنا هلأ بالبحيات الأرعون هلأ حاليا في عنا نوع من تحالب معينة اسمها سينوبكتيريا هيدا استوطنت البحيرة بشكل كاسيف من عشر سنوات نحن ما نتخلص منها هلأ أكيدا وكيف رح تتخلص منها هلأ نتخلص سلقا بعد شوي في سلايد هيدا هلأ هيدا هيدا هو البحيرة سين الماضي كيف كانت هيدا كلها بهذه الطريقة وهيدا بتفرض سموم للأسف وهيدا على فكرة مش عنا هودا أنواعي اللي نحن عم نشوفهم هلأ هيدا الأنواع أنواعي اللي موجودة عنا نوعين من السينوبكتيريا الموجودة هلأ حاليا الخضار هيكي بيعطينا على المايكروسكوب سينوبكتيريا هون هلأ هيدا المهم أنه فيه هلأ بروتوكول عم نعمل وبلشنا بهودا نشوفوا نحن إلترا ساوند نحطه بالبحيرة شغلتهم يقضوا على هالأجسام هيدا بطريقة معينة إلترا ساوند في عنا زبزبات معينة تقدر حتى ما يضلوا على سطح الماي تضرب شغلة بالغازات اللي فيهن تنزلوا تحت تقتلهم يعني هلأ نحن هيدا تجربة صلى شهرين هوني عنا بنعرف أنه الضغوطات أحد الضغوطات هي للأسف على كل مجاري النهر اللي في عنا الوافدين السوريين الموجودين يعني هيدا للأسف كل مجاريرهم عم تصب بالنهر معنى إحنا يلي عم نعملوه فإذا المياه للنهر اللي طاني هلأ الأيام هي ما في عنا مياه صالحة كل مياه صرف صحي صناعي منقول نحنا من السوم طبع الزراعة يعني هيدا كلها هلأ حاليا عم تسير يعني حضرتك لما بيقولوا أنه لبنان صار بالمرات بالأول بالسرطان ما بتستغرب هلأ فيه كم قرية للأسف يعني بيبقى في نسب هائلة يعني عندنا مثلا في أحد الكرة بر الياس أو المرج 200-300 حالة سرطان يعني هيدا لسبب لأنه عايشين بالنهر بروائح كريهة 24 ساعة 24 نحن هلأ في شغلة إيجابية أنا بلاقي حتى ما نظلنا بالسلبيات أنه أملك عم تابعون كتير في نحن عن المسطح وطني لنهر الليطاني صار عم تصرخ صلة ثلاثة شهر بمدير عام جديد ونحن هلأ فيه إنزارات لكل المصانع ولكل البلديات وشغلات هلأ جدية صارت أنه رفعت تعديات على النهر وعلى البحيرة لأنه لبس أعطي فكرة ما شو بس النهر هو حياة للناس بحيرة الكرعون فقلة من أول ما تأسست ونعملت من 60 سنة عطتنا يعني بالنسبة للمجتمع الموجود إيجابيات هائلة السد ما هو سلبي عطول أول شي كان إنتاج كهرباء أنا ثلاث مع عامل كهرباء عطتنا للري كميات كثير من المياه هلأ براية كل منطقة تبقى على الأوسط هلأ حاليا وقفت للري للأسف لأنه هالتلوث هذا الموجود هذا العمسير بالليطاني ولكن ببيروت الأمور اللي صارت أو عفوا بضواحة بيروت شو عملته دواحة بيروت هلأ انت لعته هالساح طرزية عملنا جولة هلأ مهمة على كل مبارح حتى صارت بكل بلديات المنطقة بنا نجري نلاقي حلول لبعض المصادر للمياه الجديدة لأنه نحن في مصادر أكيدة في عنا مياه جوفية بدنا نغمق مناطق مش بالساحل لأعلى شوي بالجبل يعني على 200-300 متر في مصادر مياه جيدة جدا ومنقدر نستغلها هيدا أنا بلاقيها أكيدة مننا فإذا نحن هلأ ما عنا دور غير مياه الجوفية يعني على أمل هلأ على أمل متساقطات وأنا بدأقول متساقطات هلأ مسير الزوابي بدأ يحكي كمان يمكن أكتر مني من بعد فيه شغلة مهمة جدا هلأ جدت معلومة أحد اللي أنا بيع من 50 سنة كان درجة حرارة مثلا نحسب خمس درجات هلأ صارت سبع درجات عطول فيه درجتان بالكليمة تشانجة عم بيصير في عنا درجتان أكيدة هلأ ارتفاع حرارة الجو وأخطر من هيك هذي فيه أول فيها هذي مهمة جدا نحنا في سنين ما عنا نحنا كل السنة عم بتصير تنتناقص في سنين عم بتعلى وتكون يعني جيدة وفي سنين عجاف عم بتصير بس أهم مشاغل هي السلوج نحنا عنا القتل السلجية بجبالنا يلا عم بصير هلأ حاليا نحنا أنه هي بتغزيلنا مياه الجوفية ينابيعنا أنهارنا يعني هذي هذي يعني هلأ بفهم أنك جاينا يومين شوم هلأ أنا بخبركم بس أتصور أنه لأ فيه خيرات بس أصلا نحنا بدنا كان لازم أجمعهم مع بعض هذي الخيرات الفعلية هي أنه السلج يكون بحرارة واطية يعني الليل حتى يبقى ما فينا أو تذكروا السن الماضي قديش من خلال تعاملكم مع الطبيعة قديش فيكم تعرفوا عن الطقس خلال العام هلأ بيقدروا هني هلأ بيقدروا يخبركم هو مضبوط قديش بيقدروا يحددوا قديش بيقدروا يتغير فيه تواصل ما بين بعض ما بين البيئة الإجمية والأخمار تأكيد نحنا بحاجة نحنا أنا أنا بمسل البحوص العلمي أنا بحاسنا كل نحنا بمسل البحوص ونحنا بحاجة لكل نحنا بكل المراكز المناخ والطقس حاجة له للحرارة للشتاء للكزا نحنا بالعكس نحنا بحاجة لكل معلومة هلأ بس بدي أقول شغالي بس هايدي أنه بالنسبة للسلوج السلوج حتى نقول صار في عنا سنة لو شتت كتير سنة ماضي شتت قد هات سنة قد السنة قد السنة لأنه قبلها بس مش هايدي الأساس أساس أنه السلوج تبقى تكون حرارة واطي نحنا هايدي مشكلتنا ارتفاع حرارة الجو وشا عم تعمل عم تدوي بالتلج بد ما نستفيد منه بروح سيول بروح بالبحر مزيد من التفاصيل عن الطقس مع الأستاذ عبد الرحمن زواوي بعد الفاصل وأهلا وسهلا شرفتنا على أمل المرة الجاية تعطينا أكتر تفاعل ساعت أنا بحكي ساعتها مضبوط هلأ على وضع الليطاني لأنه اللق في عنا بس هايدي في شهر هلأ نحن نهار الثانين في عنا شغلة مهمة نعم في بروتوكول هلأ حيصير بين مصلحة الليطاني وبين مصلة الوطن البحوث العالمية بروتوكول تبادل كل شيء إن شاء الله مع دائرة تقريبا أنه التأس كمان المناخ بالمطار بيروت نقدر كمان كليتنا نوحد جهودنا لحتى نحسن شكرا بعد الفاصل منتابع